اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وضغطوا على الجرس لا تنسوا بالتعليق ونتمنى ان هذا الفيديو ينال اعجاب وسمحوا لي لتعطلت عليكم في طرح الفيديوهات المهم سوف نبدأ معكم في تقديم الوصفة سوف نأخذ مقدار الدقيق نضيف مقياس يتعطل مقياس مغلقة كميسة مهم لعبارة عينك ميزانة نضيف مقياس نضيف مقياس الخمارة حمارة الحلوى نضيف مقياس نضيف مقياس الخمارة حمارة السمجة بالتعليم الزعتر الزعتر يجب ان يكون اختيار يجب ان يكون اختيار في البيتزا ايه اللي كان يكثر منه ايه اللي بزهر ونجمع كل شي خلطنا بالمدافع لا تنجمع لا تنجمع لا تلاحظوا معي لا تنجمع لا تنجمع لا تنجمع لا تنجمع لا تنجمع لا تنجمع ينجمع من المهم سأكون جيد نجمع اتمنى ان تجربوهم وتعطيوه الخبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نقطع الفلفلة بشرائي حرقاك كما تلاحظه معي الفلفلة خضرة ممكن تضير الفلفلة حمراء الفلفلة صفراء يعني البيتزا سيكون انواع كل واحده كيفش سيصيب البيتزا دياله تجي تجي رائعة والديدة في المعدة مدقوش تستغنو عليها من بعد نقطع الفلفلة ديالي ناخد واحد البصيلة حتى هي نقطع شرائح كما تلاحظه معي في الفيديو شرائح ارقاق شرائح من بعد نقطع الفلفلة بصيلة مطاعة موينة نضيف عليهم قشرتهم ، نضيف الملحة و التحمير نضيف معلقة المطيشة و نضيفهم بالميكسر و نضيف ملحوة نضيف عليهم في قصرنا و نضيف عليهم الزيت و نضيف ماء بكسر و نضيف فى البطاة نضيف زعتر انا قدرت كمية وفيراء هذه اللحظة زيت شوية ديال الملاحة شوية ديال البزار مع شوية ديال سكنجبير وشوية ديال خرقم ونحرقم مزيان حتى يتصوط علي صدر ديال النجاج ستشرب شرمولة بعدما تشرب شرمولة سننهز ونصفح ونضعه على جنب ودك الزيت ونضيف بصيلة ونضيف شوية ديال الزيت باش تقلع بصيلة ونشرب شرمولة ودك صدر ديال الدجاج كما تلاحظون معي من بعد تحمر البصلة نضيف صفالة ونحيدة على جنب كما تلاحظون معي الطريقة سوف نضيف كما تلاحظون الطريقة بيزة التي سوف نستعمل فيها كما تضيف الصدر ديالنا الفلفل البصلة زيتون الموضاري ونضيف الزيتون ونضيف كوائرات كوائرات ونضيف كبيرة ونضيف كبيرة كبيرة نضيف الزيتون ثم نضيف الطريقة لتحضرنا البيزة ثم تقريبا 5 دقائق كما تلقب العجينة ونضيف كارل كرا حسنا كما تلاحظون يجب أن نتعرف على هذه القضية في طريقة جزوانة وعلى وسط العجين نشده بالفورشيت من بعد نضيره فيه الحشوة نتلقى معكم بعد أن ننسى العجين موسيقى من بعد أن ننسى العجين سأخذ المطيشة وسأخذها كأرضية فوق العجين إذا قلتم معيارة ندس المطيشة فيها مطيشة الحك ومطيشة مسلوقة يجب أن ننتهي الوقت يجب أن نضيف فيها الوقت لأنها تعطي الحمار الأرض سنضيف معها حتى الجنب سنضيف وسنضيف في القضية كما تنضيف مع مطيشة وسنضيف في القضية فب schooling عمل قلت على البصلة المطيشة تجد ثم نزيد صدر الدجاج ثم نزيد صدر الدجاج هنا اطرفة كبيرة والتي قطعتهم مرقاق كما لاحظتم معي ثم نزيد تفريشة كفلفلة قليلا لا أريد أن نزيد مقليا و الأخضر قليلا نزيد دوائر الزيتون الأخضر قليلا الزيتون الأسود كما تتعرفون البيتزا دائما بالزيتون الأسود من بعد نأخذ قليلا الزعتر نزيده عليهم من فوق و من بعد نزيد الجبن الموزاريلا و ندخل الفران الطيب بعد ما طابت لنا انتوا لا تلاحظوا معنا البيتزا نزيد الناكيجات صراحة جسر طباء و شيشة كما لاحظتم معي في البداية ديال الفيديو طفل منظر رائعة و خطي ضيافرات حمر لكل وجه لف البناء و لف الشكل و لف المعداق و لف كل شي المهم لي أول خطرة ليتيشوف في القناة عالم سيهم ليتطبخوا الأخبار يتمنى يشترك و يضير الضغط على الجارة بشكل موسيقى و شكرا لكم موسيقى 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 موسيقى